هو بيعرف يوس دي النصائح الناس بتصق في رأيه لان عقله ما شاء الله هو كمان زي الجديد الحكة دي بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعية متاخدش بانهم خلينا نكون fair دا دي دا نوع من اواع الزكاء النادر الصراحة اسكية فعلا ودايما الدالو لازم يكون هو السلطة السلطة بكمة من عنده هو هو القائد دي حاجة مش سهلة يا دالو لازم تستعملها كويس ما توسقش استعمالها بمعنى صح خلينا نخص القرية بسرعة في معافاة يا دالو زي ما قلت الناس اللي كان عندهم سحر او حسد او حال نفسية سيئة او اي حاجة من تعب عضوي ان شاء الله بيتيبوا وبيخفوا وبيبوق احسن ان شاء الله في فلوس جاي لك من شخص كبير في هنا حيرة من حاجة وانت مركز في حاجة ومش واخد بالك من حاجة مهم لك تحصل ورقك خلي بالك فيه علو وشأن وحالة يعني تحفيز والناس مفسوطة بيك وفخورة بيك كده اصبر الصبر مصباح الفرق اصبر على المنافسة اللي انت فيها دي عندك منافسة شديدة يعيني وانت واضح ان انت متوتر حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل زكائك المعتاد يا دالو محدش يقدر يحقق قدامه الصراح دالو من ازكى الابراغ من ازكى الابراغ فعلا استعمله اه بدل التوتر حط ده مكان ده فاهمين قصدي داخل على حاجة جديدة يا دالو حاجة انت مكتش متعود عليها وطريقها طويل انت ادرب الحاجة دي نخلي بالنا الورنين هذا البورس شخص قريب منك وبيتغز عليك اوكي وبيصح مش صحش كويس او على الاقل مش بيتمنى لك الخير اه نخلي بالنا ازاي ما قلنا اعداءنا يكونوا اقرب من صحابنا لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود ايه الجمال ده برضو 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 طلع له الامبراطور فيش فايدة فيش فايدة الدلد عزة نفس يعني هو شايف نفسه شوية فيه سن دروف بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفسه زي ما احنا عارفين ما ينفعش تدوس على طرف الدلد ما ينفعش بس عنده ايه بقى الصحة هي تحسن الصحة كويسة فيه حالة مرحة حالة امان حاسس بامان زي ما احنا شايفين كرت الشمس من اقوى الكروض طاقته قوية جدا طاقت الشمس يعني طلع له عنده طاقة حلوة جدا عنده حاسس بامان متحوط بصور بيصرف بعطوية وفيه لعب وفيه في حالة انبساط الحمد لله وحالة نجاح طبعا ده بيدل على الصحة وعلى النجاح تمام الناس بقى اللي عايزة ارتباط نهند ده احتفال اجازة اخد اجازة اللي محتاج اجازة او ممكن يكون ده زواج احتفال بزواجها يعني فيه ناس حيتم زواجها ان شاء الله او الناس اللي تم زواجها وحسن هي محتاجة اجازة روحوا اجازة ده الوقت مناسب جدا ان تاخدوا بريك وتاخدوا اجازة قبل يعني بتبتدوا الشغل بديد ترجعوا للشغل الجديد يعني صبر بردو ادالوا هنا شكل المرحلتين صبرين على حاجة فيه حاجة عاملالهم عب وصبرين عليها ومستنين يمكن تكونوا تطوروا المادي ولو ده اللي انتم مستنينون ان شاء الله هيحصل فيه تطوروا المادي تطور كويس جدا في الحالة المادية وحالة اكتفاء وكمان هتكتدي بيوصف انك شخص سخي وكريم كمان هتدي حاجات لناس محتاجة يعني برافو عليك يا دلو حاجة كويسة جدا جدا برضو ادالوا عنده احيرة بقرارين محتاجوا ياخد قرارين بقرارين دول شبه بعض الاجابة الترفي داتي بشوار احساسك يا دلو ايه بشوار احساسك يا دلو الاحساسك هيقولك عليه وبردو عليك ادالوا عنده الموضوع ده احساسه دايما بيكون صح بعد ما تاخد القرار ده انت هتقوط في مرحلة جديدة وهتكون يعني متطلع لها جدا 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 وهتسمع خبر حلو فيه خبر حلو جايلك يا دلو انت كنت مستني مستني بفرغ الصبر ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده الموضوع داني علاقة بجواز انا مش عارفة او عودة حبيب ابي او عودة صديق او عودة حد انت قريب منك جدا هيرجع يتواصل معك تاني وهيقدم لك شيء ده اللي انت كنت تصبر عليه بردو الامبراطور الحاكم انت اللي بتقمر تطاع تحب يسمع تلمات في كل حاجة وكمان انت اللي عليك عبق المسئولية انت المسئول الاول والاخير سواء بقى حطه الموضوع ده فيه حتة اخر كبير في اسبه اخواته زوجه وبيته يعني جد كبير هو ده المسيطر وهو ده اللي بتصنع كلام وهو كسب المكانة دي من خلال مسئولية اللي هو شلح حاجة حلوة جدا يدل احتفلات جوازات شمس طلعة صحة حلوة الحمد لله صابر على الشيء وهيجي لك حاجات حلوة قوي خبر حل بداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويبذلك شيء حيرة من موضوع النابس الحيرة دي يمشي ورق احساسك فيها يا دلو ان شاء الله احساسك هيدلك على الاجابة الصحيحة اه دي المجموعة التانية دي برج الدلو الفراءة العامة هنشوف دلوقتي كومنس دقيقة كده برضو ونشوف الحضراء عطفية اخبارها ايه القوف لسه لسه مقناشه القوف افتكة اه لسه بتاعرف شيء واحدة هو امتة دولي على كومنس حبيبتي بجاوب على كومنت بعد ما بخلص القراءة وما ينفعش ازاي حقرة حاجة وارجع بص على كومنت بالعقل اخلص القراءة وارد بعتيلي يا دلوقتي واقرالي امان وفرح نديك يا لامدة خالص حضرتك ليه كده يا برينسس بس ان شاء الله ربنا يبعط لك حاجات كويسة اتفقلي بس كده اتفقلي وعليكم السلام يا نيرا اهلا اه اخيرا يا انس اه ايه 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 اوكي 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 عشان دي مصحى يعني اوكي ماشي الحوت موجود امان في الصفحة حبيبتي والجازي هنقلق قريب جدا يا ملادي ايه ايه بالضبط كده يهشام هو ده احمد ذاكي بربو عليك مرسي جدا لزوءك اه ايه ايه اه اوكي اه اوكي دعبنش همانيش دعوة بي اتكلمون زي ما انتوا عايزين مع بعض حبيبي تقلبي يا منا ازايك الجازي حواضر قريب دي الدن القوس انا زعليني قوي من غيمات زعلية فرح ان شاء الله هنقوله قريب قوي 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 ولا تزعلي خالص اه لا لا مش بعرف اين هيحصل الحاجة احنا بنلعب هنا احنا بنلعب مين قالك ان انا عرف حاجة انا وعرف حاجة خالص بص طب بص انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنتقد زي ما انت عايز ان انا تقول عليك كفرة خد انت بقى الزنب ده وتفضل كتير من هنا مش من حق تقول عليك كفرة خالص انت دخلت جواي عشان تعرف انا مين يكون احسن منك مين تمر عند ربنا با باي يلا نشوف الحالة العطفية للمنوع الثانية نشوفي الاناس قوي منتظر حبيبي يا رب يرجعلك يا نورة يا رب السمطوم تلاتة علشان اه يعني تكون اقرب يعني يكون عندنا معلومات اكتر انما لو قلت البورد كل عبادة في قراية واحدة مش حيبقى فيه التفاصيل كتير دين فرحتين ان شاء الله يا كاتوشة بإذن الله حب ممكن اعرف ونشارك ايه ونشارك ونشارك ما جاء وتقولي لي عايزة اعمل سامبري بس صعوب من بنيات يعني احنا بنيات بشكرك يا عماد بشكرك قوي انك دي يجب حاجات صحة كتير انا بورجيت اوكي مرستية دي يا ديرة على المانشن طيب اتأخرنا على القرية نبتدي دي القراءة العطفية دي المجموعة التانية بورج الدل احمد يا تار اختارت اختارت القراءة الخاصة بتاعت النهاردة الله 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 ليه كده بقى دي المجموعة التانية صلوا بينا على النبي وزي ما قلتلكم بخدوا الكلام ده ورموه في البحر ما تسمعوش منوها بخالص ان شاء الله يكون غلط ويكون كل بقوله ده زي ما قال الاستاذ اللي تعملوا بنا شوية انه ده اي كلام هو فعلا اي كلام ايه اللي ظهر هنا ده بقى ده الدلو بحرب قد حنوها بحرب بس بيكابر بحرب مع شريكو مش حرب بره اه وبيكابر وعايز يبين انا ولا يفرق معي بس هو منجوه مش كويس يعني هو لو اظهرلك ده ده مش كويس هو منجوه تعبير نفسه في ايه ده هاي بريستس يعني الهاي بريستس دي معناها انه يا اما فيه سر بينفضح في حاجه شريكو نخذليها عليك نفسه يعرفها نفسه السر ده ينفضح او نفسه اه العلاقة يكون فيها شوية قدصية يكون فيها ثقة اكتر او فاهمين قصدي فيه مشكلة في الثقة عند الدلو هنا مجموع ثاني شايف شريكو ازاي عشرة عشرة طويلة جدا حب عارفين الوش المقلوف ده بتاعه اللي هو عارفه اللي بيتطمن له شايفة كده وشخص عطاء يعني بتديله كتير الدلو اخذ منك كتير انت تديله حاليك كتير بيتك الثقة ما بينكم فيها انهيار لشيء كان موظوطي حياتكم وبينهار الانهيار دة انا اعتقد انه هو اااا يمكن حاجات حاجات مستخبية كنتمخبينها على بعض اااااا بانهيار البرج دة الصورة هتتضح بس لما السلوة هتتضح هي مش هتتضح وخلاص لا هتتضح وهيحصل معها تداعيات كتير بس تفي نهيار للشيء كان حاجة بالرؤية الدلو ما كانش شايف او شريك الدلو ما كانش شايف حاجة معينة وحيتبدي بقى ايه يشوفها وتظهر والحقيقة بان شريك الدلو نفسه في الطاقة اكتر طاقة انتصار وقوة مش قابل بالهزيمة عايز برضو يبان زي الدلو بالزبط انا ولا يفرق معين بس شريك الدلو شايفه متبهد الاكتر عايز ايه عايز اسخانق اسخانق جامد جوا غضب جوا غل كتير 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 قوي الغل ده بس شايفه ازاي شايفه شخص كريم يعني بغض النظر عن كل اللي بيحصل ده فهو شايفه ان هو شخص كريم وشخص عنده عطاء برضو يعني ما شاء الله انتو الاثنين عندوكو عطاء شديد ده الشهر ده انتو قاعدين بقى في حالكو تماما فيش اياه حاجة وفيه عقرب طرعلكو من ورا عمال يلدع مشاكل بقى بيحطوكو في مشاكل في مشاكل جامدة جدا ظهرت من بسبب هذا العقرب ده شخص قريب فيه ظلم وقع على حد اما الدلو او شريكو في ظلم وقع على حد فيهم زعل بعض كل واحد برغم العشرة بقى شايفين بقى العطاء والعشرة والمشاعر وكل الحاجات دي في بعض مش انتصال لكن بعض والبعد ده ديما احسن ده احسن احسن حالة تعمل فرادة للدو في ده طيب مين مظلوم؟ مين تعبين؟ الله اعلم احسن كذب ضد